موسيقى 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 شرطان حباراتكم ما يفعلون موسيقى و اقلتكم موسيقى موسيقى من قناة Devil's Game موقعنا Devil's Game Ultimate و اليوم سأتكلم عن موضوع متعود ان اقول لكم أخبار واشيات خاصة الجيم هذا خبر و ستكون فيه عندنا نقاش قبل فترة رزيت لكم قطعة تتكلم عن بطوة المليون دولار و والفرق العربية التي أحب أن تشارك صارت التصفيات في الإمارات ومثل ما توقعت أربع فرق شاركة وكل فرق فيها أربع لعبين أربع فرق أو أربع كلانات أو أربع فرق نفس الكلان التي تريد كلانات التي تشاركها ليس إماراتية لكنها تشاركة في الإمارات ماذا؟ لدينا كلارتي وكلان اسمه باي وكلان اسمه ستلف غيمينج وعندنا تيم بلنتري شيء نزل في النهاية كلارتي ويتيم بلنتري تأحلوا تخيلنا أربع أفرقاء واثنين تأحلوا واثنين تأحلوا أربع أفرقاء في جدة في جدة صارت عدنا فوق 30 أكلان أو 30 تيم في اليوم الأول في اليوم الثاني عدنا 30 في الرياض عدنا نفس الشيء في الكويت صارت عدنا فوق العشرين فريق كلهم فوق الثمانتاشر سنة في البحرين عندنا فوق الثمانتاشر فريق فوق الثمانتاشر سنة ولا واحد منهم ولا واحد منهم خليجي إماراتي بحريني سعودي عراقي اللي هو عربي نبي لاعبين عرب اوكي؟ ولا واحد يقنعوني من اللاعبين العرب يقدر ان يواصل ويدخل ويدخل هذه الأفريقين اللي تأحلوا الفريقين الثلاثين اللي تأحلوا سيروحون إلى بريطانيا ويرعبون تصفيات وأنا متأكد ان سيطلعون ما راح يواصلون إلى أمريكا البطوية سيكون النهاي النهاي سيكون في أمريكا وهذه الأفريقين أنا ما عندي شيء ضدهم أنا ما عندي شيء ضدهم لكن هناك شيء ضد الفكرة نفسها الفكرة أن تقول لأن هذه الفرق المفروضة تكون تمثل هذه الدولة وكانت تداخل بطولة كأس العالم حق المنتخبات تخيل الفريق يقولون فريق الإماراتي ولا لاعب إماراتي لا يوجد أحد إماراتي يمثلهم كل الفريق يكون أجنبي يقولون هذه الفريق يمثل أفضل لاعبين الخليج ولا واحد فيهم خليجي هذا يمثل لاعبين العرب ولا واحد فيهم عربي هل تعرفون ماذا تمثل نقول أن واحد منهم يكون العربي أعتبر بواحد منهم عربي مصري انزل في النهاية ما يبقى أنه يرون كأنه هناك مكان للاعبين العرب إذا لم يكن هناك مكان للاعبين العرب لماذا يسمعون لأنه يوجد تصفيات كيف يؤدي إذا التصفيات في الإمارات الهدف منها أن يرونك وهناك لاعبين عرب، لاعبين خليجيين، لاعبين مهتمين في فهذا المنطقة لهذا سبب تعربة اللعبة لأنه هناك مبيعات في لاعبين يلعبون اللعبة للاعبهم 18 سنة ما فوق لن يستطيعون التعبان لو كانت لا يوجدهم مبيعات وليس هناك تشجيع من الـ community لأنه لا habrى لاعبين مسجلين في سيرفرات من الشرق الأوسط وعمارهم 18 سنة ما فوق لأنه للاعبة للاعبهم 18 سنة ما فوق إذا كل هذه الشروط تواجرت وأن الهدف هو أن يجعلون البطولة موجودة في الشرق الأوسط وأن يحصلون من وراها لاعبين يتحلون بشكل مباشر إلى وين؟ إلى النهاي إلى سيد النهاي نفسه ما صار سنة لطافة لكن الفريق الذي تأهل من الخليج أو من الإمارات بالتحديد كان فريق فاشل وكانت عندهم مشاكل بدل ما يروحون أربع لاعبين ثلاث لاعبين وتغيروا واخروا لاعبين يعني حطموا كل القوانين خلوهم يحسون لأنه ما في احترام من اللاعبين العرب أو اللاعبين اللي في شكل الأوسط ما يفهمون أي شيء في مفهوم الإي سبورت اللي صار أنه راحوا هناك وصارتهم هاي المشاكل وفي النهاية ما فازوا في أي بطولة ما فازوا في أي مباراة ما فازوا بأي شيء انزل وذلك صار لهم أنه طلعوا من البداية يوم طلعوا منهم السنة اللي عقبها اللي هي سنة 2015 قالوا ما بيعطون الوطن العربي ما بيعطون الشكل الأوسط ما بيعطون الإمارات فرصة أن يوصلون للنهاي يعطونوا الفرصة أن يوصلون إلى التصفيات اللي راح تكون في إوروبا راح تكون في لندن هاي التصفيات اللي راح تكون موجودة إذا فازوا فيها راح يوصلون إلى هنا يوم نزلت على المقطع الذي قابل وتكلمت عن هذا الموضوع اللاعبين نفسهم الذين شاركوا هنا قاعدوا يسيبوني وقاعدوا يقولون أنت ما تفهم أنت قاعد تخرب المفهوم أنا ما قاعد أخرب عليكم أنا قاعد أقول الأشياء اللي صارت يعني هناك أشياء صارت وهذه اللي موجود يقولون أنت تعالي على ضدنا يا حبيبي أقول لك اللاعبين الخليجيين لو يعطونهم الفرصة سيشلخونكم ويكسرون راسكم ويقومون اللي يقومون لأنهم يلعبون صح لأنهم لهم الحق أن يأخذون هاي المكان أنت أخذتوا حقهم أنت أخذتوا حق هاي اللاعبين العرب انزل على عين وعلى راسي تساكن في الإمارات تساكن في هاي على عين وعلى راسي بس ما تقول ما تكلم عنها ما تكلم عن خلنا نقول هاي البطولة وأعلن عنها وأقول لأن نابع اللاعبين العربي شاركون وقت لأقول أن اللاعبين العربي شاركون أنت تقوم علي أن أنا أغلط على اللاعبين إلى الجانب لا لست أغلط على اللاعبين إلى الجانب أنا لدي ربع من optics تريد تسأل أي أحد من optics في النهاية أنت تجد تقول لي لأنه أنت ما تفهم شيء في الإي سبورت وكالف ديوتي وما تفهم في هذا الشيء يا حبيبي منت اللي تعلمني في كالف ديوتي منت اللي تعلمني في هذا الشيء افهم الهدف من الفيديو نابي اللاعبين العرب اللي هاي الكميوتي مالهم أنا أتكلمت بالعربي وما أتكلمت بالأجنبي وما غلط على أي أحد أجنبي قلت قبل اللاعبين العرب يحصلون فرصة ما قلت إنه يسحبون الفرصة من أي أحد ثاني إذا كانت الفرصة راح تتعطينها حق كلمة يكون موجود في الشرق الأوسط سواء كان مواطن مو مواطن إنه يشارك في هاي التصفيات هنا بيكون عدل بس إنه ما حيتكلم عنها وتخلي بس أربع فرق يوصلون إلى التصفيات ومن هاي الأربع فريقين يروحون سيدان النهاي اللي هو التصفيات اللي في لندن ما في عدل ما في عدل انتوا أعطوني رأيكم انتوا أعطوني رأيكم أبي يعرف انتوا توافقوني بالرأي؟ هل تشوفون لأن اللاعبين العرب انظلموا في هاي الموضوع أو لا؟ هل تشوفون إنه في عدل إنه اللاعبين اللي يسمونهم اللاعبين العرب ما فيهم عرب؟ ولا أحد منهم إماراتي؟ وقلوا لي شون رأيكم في موضوع لنا التصفيات إذا تشوف التصفيات في أمريكا وهاي فوق المائتين ألف كلان مشارك في النهاية إحنا عدنا هنا في الشرق الأوسط الشرق الأوسط أربع أربع كلانات أو أربع فرقة يشاركون واثنين منهم اللي يسيروا يروحون للتصفيات تشوفون فيها عدل؟ كون أياكم أخوكم أحمد نشيط وأشوفكم في مقطع ثاني ومع السؤال مشاركة